أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أهمية مشروع توسعة لكورنيش الإسكندرية نظرا لمكانتها التاريخية ولكونها ثاني أكبر تجمع حضري في مصر بعد القاهرة ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية خلال جولته ومحافظ الإسكندرية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير أشهد وزير الإسكان بسرعة إنجاز الأعمال والتأكيد على الالتزام بإكراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين